واصلت قوات الأمن التركية مداهماتها في اسطنبول وعدد من المدن التركية وكشفت أنها اعتقلت حوالي 50 شخصاً معظمهم من الطاجيك والأسبك في ضواح اسطنبول كما كشفت أنه تمت مداهمة منازل استخدمت لتدريب الأطفال وترويج أفكار متطرفة يحملها تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية المداهمات الليلية تأتي في إطار الجهود الأمنية التي تكثفت بعد الهجوم الدموي على مسيرة يسارية في أنقرة في العاشر من الشهر الجاري أوقعت أكثر من مئة قتيل وكشفت الشرطة أنه تم معرفة أحد المنفذين وهو الشقيق الأكبر لمنفذ الهجوم الانتحاري في سروج جنوب البلاد في العشرين من تموز يوليو الماضي الذي أدى إلى مقتل 33 شخصاً المداهمات في اسطنبول شملت عنوين في ضواحي منها بينديك وبشاكشير وكايشير بالإضافة إلى عدد من القرى القريبة منها المعارضة في تركيا أقرت بوجود خطر حقيقي تشكله خلايا نائمة ومتعاطفين مع تنظيم الدولة تتحمل الحكومة الحالية المسؤولية عن انتشار التطرف في المدارس لأنها رفعت القيود على التعليم الديني مما أدى إلى انتشار الأفكار السلفية وأفكار تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية وغيرها من التنظيمات المتطرفة اتهامات المعارضة تأتي قبل أيام من موعد إعادة الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر يونيو حزيران الماضي والتي أدت إلى فقدان حزب العدالة والتنمية الحاكم لأغلبيته البرلمانية وفشله في تشكيل تحالف مع أي من أحزاب المعارضة الأخرى ومنها حزب الشعوب الديمقراطي الذي وصل إلى البرلمان لأول مرة بفضل حصوله على تأييد الناخبين الأكراد لكن عمال العنف الأخيرة في أنقرة وسروج وحملات المداهمات التي تقوم بها السلطات الأمنية ضد متعاطفين مع حزب العمال الكردستاني وتنظيم الدولة تلقي بضلالها على الانتخابات هذه المرة لدى تنظيم الدولة الإسلامية في تركيا 21 خلية نائمة لديها القدرة على شن هجمات في أي مكان وهناك نسبة متعاطفين مع التنظيم تبلغ حوالي 3% أي أن هناك خطر حقيقي من هذه الجماعة من جهتها كشفت مديرية الأمن العام التركية عن وجود حوالي 200 شخص ضمن ما يغرف بالخلايا النائمة ينتمون إلى تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في تركيا كشف السلطات التركية عن العثور على كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات في غازي عنتاب وحملة المداهمات التي جرت هنا في اسطنبول قبل يومين يشير إلى تصميم الحكومة التركية على التعامل مع متفمي خطر الإرهاب سواء كان من قبل حزب العمال الكردستاني المحضور أم من قبل أفراد يعتبرون من المتعاطفين مع ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية الذي تحمله الحكومة التركية المسؤولية عن التفجيرات الأخيرة في أنقرة في العاشر من الشهر الجاري أسامة كرماوي بي بي سي اسطنبول